كيفية فتح حساب بنكي بالخارج في يوم واحد في عالم غير آمن من الناحية المالية ومع وجود حكومات لا يمكن التنبؤ بها وبنوك ذات رأس مال منخفض للغاية والسلطات الضريبية الجسيمة فإن وجود جميع أصولك في بلد إقامتك يخلق خطراً كبيراً عليك إذا كان من السهل على دولتك أو سلطاتك القضائية الوصول إلى جميع الأصول الخاصة بك على طبق فضي في بلد إقامتك فيمكنك أن تفقد كل ما لديك خلال لحظة أبعد كل الأصول الخاصة بك عن بلد إقامتك وقاعات محاكماته حيث تتم إدارة 30% من إجمال كل ثروات الخاصة في سويسرا وحيث يتمتع جميع أصحاب الحسابات المصرفية الخارجية غير المقيمين براحة البال من خلال حساباتهم السويسرية سوف أريك أكثر البنوك أماناً على وجه الأرض لا تهتم تلك البنوك بالخدمات المصرفية الاستثمارية المحفوفة بالمخاطر وأنشطة الإقراض المحفوفة بالمخاطر إنهم يعرفون بالضبط ماذا يفعلون منذ أكثر من 200 عام سوف تنمو ثرواتك خطوة بخطوة في أكثر الولايات أماناً في العالم بناء على السمعات الشخصية وإذا كانت جميع المستندات الخاصة بك صحيحة فسوف تتمكن من فتح حسابك المصرفي الخارجي في يوم واحد أنا إنزو كابوتو المحامي الدولي للخدمات المصرفية الخاصة ومالك شركة المحامة الفاخرة إنزو كابوتو أنت بارتنرز هم مؤسس موقع سويسبانكينجلويرز دوت كوم المكان الذي يجد فيه رجال الأعمال الدوليون نصائح وحلول لحماية أصولهم العالمية هل تعرف أن نسبة 30% من جميع الأصول الخاصة العالمية للمستثمرين غير المقيمين تدار في سويسرا؟ إن مالكي هذه النسبة المقدرة بـ 30% من جميع الأصول لا يمكن أن يكون مخطئين إن الحساب المصرفي الخارجي في سويسرا ليس نتيجة صدفة بل نتيجة لاستراتيجية ذكية لحماية الأصول ونحن نجد العديد من المهنيين الشباب العاملين في مجال التسويق عبر الإنترنت وهم يقترحون وضع حسابتك في ولايات مثل بليز والجبل الأسود وأرمينيا وجورجيا وما إلى ذلك إنهم ينتقدون البنوكة السويسرية التي تطرح العديد من الأسئلة وتجعل من الصعب عليك التعامل مع فتح الحساب إليك نصيحة مهمة للغاية إذا لم يطرح البنك أسئلة بخصوص أصل أموالك فعليك الخروج من البنك على الفور عدم الخضوع للرقابة أو التنظيم يعني مخاطرة عالية لأموالك فقد واجه العديد من الأشخاص الذين يعملون في مثل هذه المناطق المتوحشة في الغرب مشاكل في المطالبة بأموالهم وقد أجبر البنك بعضهم على القيام باستثمارات عقارية لأن البنك رفض إعادة الأموال وقد فقد الآخرون أموالهم لأن البنك اختفى من الحياة تماما أو أن مالك البنك كان مجنونا وصرق أموال عملاء بنكه عدث هذا في منطقة الخليج لذا يمكن أن يكون اختيار الولاية القضائية الآمنة أكثر أهمية من اختيار البنك في سويسرا يجب عليك اجتياز فحص الامتثال ولكن بعد ذلك سوف تشعر براحة البال لبقية حياتك لن يختفي حساب المصرفي خارجي لدى أي بنك سويسري فالخضوع للتنظيم هناك صارم جدا اسمحوا لي أن أقدم لكم مثالا أثناء التحقيق مع البنوك السويسرية اكتشف المحققون أن الحساب المصرفي لزعيم الثورة الروسية لنين لا يزال حيا وموجودا فكر في ذلك جيدا فلا يزال حساب لنين منذ الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وامبراطورية الاتحاد السوفيتي موجودا وحتى الآن فتح حساب مصرفي في بنك سويسري خاص ليس هو نفسه فتح حساب مصرفي في بلدك الأم البنوك الخاصة السويسرية انتقائية للغاية في التعامل مع العملاء الجدد الذين يحضرون إلى البنوك بمفردهم دون رفقة من أي أشخاص موثوق بها ولكن استنادا على سمعة الشخصية سوف أتعامل مباشرة مع صانعي القرار في البنك ولن أضيع وقت أبدا مع الأشخاص الخطأ لا تمشي بمفردك في بنك سويسري وتأكد من أن المصرفيين الصغر الذين لا يمتلكون خبرة سوف يقومون باستقبالك وعلى الأرجح سوف تضيع وقتك بدون تحقيق أي شيء إذا لم تمتلك الوثائق المناسبة وإذا لم تكن مستعدا لأسئلة المصرف فيمكن أن يتم رفضك أو حتى وضعك بالقائمة السوداء فقد أصبحت متطلبات الامتثال داخل البنوك معقدة وصعبة وإذا رغبت في إنهاء إجراءات البنوك بمفردك فإن خطر عدم قبولك كعميل كبير جدا المستندات المطلوبة لإنشاء حساب مصرفي خارجي هي نسخة من جواز السفر والسيرة الذاتية القصيرة وفاتورة المرافق وأصل مستندات الأموال ذكر شرح بسيط حول أصل الأموال غير كاف حيث يجب عليك الرد على أسئلة المصرف وأثبات إجاباتك بالأدلة الوثائقية يرجى العلم بأن المصرفي ليس صديقك يمكنه أن يصبح صديقك لاحقا هنا سأقدم لك أربعة نصائح مهمة للغاية لفتح حساب مصرفي في الخارج لا تكشف عن أي معلومات لن يفهمها المصرف أو يسيء فهمها لا تذكر الصناعات الحساسة مثل المقامرة والعقارات وأعمال الماس والمعادن الثمينة والنواد الليلية وغيرها من الصناعات تجنب ذكر السلطات القضائية ذات معدل الفساد العالي إذا لم يكن ذلك ضروريا تماما لا تكذب على المصرف الذي تتعامل معه حيث أنك بذلك تخاطر بإبلاغ مكتب غسيل الأموال فيما يتعلق بالأنشطة المشبوهة قواعد مكافحة غسيل الأموال صارمة للغاية اليوم وتتغير اللوائح عبر الحدود كل يوم بناء على التبادل التلقائي للمعلومات ومعايير إعداد التقارير العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لم تعد عملية فتح الهساب المصرفي في الخارج مهمة بسيطة بعد الآن هذا هو السبب الذي يجعلك في حاجة ماسة إلى شخص مهني ومحترف ليساعدك سأعد لك ملف الامتثال قبل السفر إلى زيوريخ بمجرد حصولنا على موافقة مسبقة من البنك سنستمر في طريقنا سأحميك من الأسئلة الغريبة والخادعات للبنك سوف أتعامل مع مثل هذه الأسئلة بعناية سنتعامل مع أكثر البنوك أمانا على وجه الأرض تتمتع البنوك الشركة لنا برسملة جديدة مع نسبة رأس المال من الدرجة الأولى تتجاوز 20% سنستبعد البنوك ذات أنشطة الإقراض المحفوفة بالمخاطر إذا كنت تحب مقاطع الفيديو ذات المحتوى المماثل فيرجع الاشتراك في قناة يوتيوب الخاصة بناء الآن فقد خسر العديد من العملاء أموالا بسبب نصيحة مضللة لقد كانوا مقتنعين بالاستثمار في استثمارات المضاربة أو المنتجات المهائكلة التي لا يفهمها الكثيرون يرجى توخي الحذر مع عرض المنتجات لا تشتري المنتجات التي لا تفهمها اشتري دائما المنتجات التي تفهمها تماما المنتج المالي الجيد في السوق هو الذي يمكنك بيعه في نفس اليوم وتجنب الاستثمارات بألعاب القمار أنا أفضل مديري الأصول الخارجية لعملائي أنا أفضل مديري الأصول الخارجية لعملائي هم من كبار المصرفيين وهم يتلقون مكالماتك أيضا خلال عطلة نهاية الأسبوع سيقدمون لك النصحة حول كيفية الاستثمار بطريقة الصحيحة وهم يعلمون جيدا كيفية التنويع وكيفية حماية استثماراتك إذا أصبح السوق مجنونا يمتلك مديرو الأصول سجلات طويلة وناجحة لقد أثبتوا بالفعل الاستثمار بنجاح ويمكن قياس نتائجهم أنا أفضل الاستراتيجيات الكلاسيكية والمحافظة لإدارة الأصول السويسرية الأصول الخاصة بك هنا سوف تكون محمية لأجيالك القادمة تبدأ عملية فتح الحساب بالتحقق من جميع معلوماتك التي ذكرتها لي أتحقق من اسمك وسمعتك مع جوجل وورد شيك قبل أن يقوم البنك بالتحقق هو أيضا واستنادا إلى موقفك سوف أقترح عليك عددا قليلا من البنوك وسوف تتخذ أنت القرار النهائي سأقوم بصياغة مذكرة ومخاطة للمصرف الذي أعرفه شخصيا كبار المصرفيين الناجحين مشغولون دائما وبناء على مقدمة لن تكون هناك مشكلة في ترتيب لقاء مع أحد كبار المصرفيين سيعقدوا الاجتماع بعد الحصول على الموافقة المسبقة من البنك وليس قبل ذلك قبل الدخول في الطائرة المتجهة إلى سويسرا سيكون لديك موافقة مسبقة من البنك السويسري كبار المصرفيين يحبون العمل مع شخص يعرفونه ويثقون به وبناء على التمهيد الذي سأقوم أنا به ستحصل على معاملة مميزة سنتعامل مباشرة مع كبار المصرفيين الذين لديهم صلاحية التفاوض على العمولات المنخفضة وخلال يوم واحد سننهي إجراءة فتح الحساب وتوقيع النماذج المطلوبة وسيتأكد مصرفك المتخصص من أن معاملاتك تنفذ بسرعة كبيرة وبدون أي متاعب فتح حساب مصرفي خارجي يجب أن يكون ممتعا بالنسبة لك حيث تضم متابعة معاملتك المستقبلية ودعمها من قبل أحد كبار المصرفيين المتخصصين لدي السلطة والكاريزما في البنك لمتابعة كل ما يهمه كما إنني ذو رأي مسموع لهذا السبب أنت بحاجة لي أنت الآن في وضع يتيح لك الاستفادة من جميع مزايا حساب المصرفي سويسري خارجي إذا كنت ترغب في حماية أموالك في سويسرا والتمتع براحة البال فاتصل بي الآن على رقم 0041442124404 أو اكتب لي بريداً إلكتروني الإنهاء contact at swiss-banking-lawyers.com أخبرني بموقفك المحدد وسأقترح عليك حل حماية الأصول الأكثر فعالية وقانونية دعونا نناقش كيفية الاحتفاظ بأموالك المكتسبة بشكل قانوني مع أكثر البنوك أماناً على وجه الأرض كنت رياً وابقى ثرياً أتمنى لك روم الجيد ترجمة نانسي قنقر